اشتركوا في القناة جلالته حفظه الله في برقيته عن تقديره البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تسوية الأزمة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن الشقيق منوها إلى أن قيادة السعودية للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن يمثل الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة وأشار جلالته إلى أن الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن تأتي في إطار دورها المحوري في تسوية المشكلات ولم الشمل العربي وأعرب جلالته عن أمله في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات والعمل معا لمعالجة آثار الانقلاب الحثي والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره كما بعث جلالته برقية تهنيات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود هنأه فيها بتوقيع اتفاق الرياض مشيدا جلالته بجهود سمو ولي العهد السعودي التي كان لها دور رئيس في تحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن وتحقيق الوحدة بين كافة أبناء الشعب اليمنية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة